اللي اخبار يا شباب حامليني خلد معاكم فيديو ديني من دي جوتيوب النهاردة هنزل التريلر الرسمي للألتميت تيم في افسي 25 طبعا كل عشاء اللعبة اللي بيشتروا اللعبة مسبقا والكلام ده كله بيشتروها بالاخص عشان الألتميت تيم مود المود ده هو اهم مود على الاطلاق بالنسبة للمحترفين اللعبة وكل عشاء اللعبة هو الألتميت يعني لازم كل الناس تعرف ايه هي الحاجات اللي نزلت جديدة والتغييرات اللي حصلت سوا بقى فتح الباكات هاي بقى شكله عامل ازاي الرايفرز نقاطه هتتعرف ازاي الكلام ده كله وكمان الاي كيو الحاجة الجديدة اللي عاملنا دي فاتح لوا مع بعض الفيديو كده معلم نتكلم عن كل اللي موجود في الديب دايف والباتش نوص اللي نزلوه ولو اول ما رأي معلم لايك تسكرايب وشير ويالله بنا نخش نشوف الالتميت في ايه يو بسم الله الرحمن الرحيم وقبل ما نبدأ الفيديو ايه وعد خيال اللعب على الفيديوهات تنهيك عن صلاتك يا معلم ويالله بنا نخش نشوف الاي ايه على الموقع بتاعهم والديب دايف بتاع الالتميت تيم هيكون عامل ازاي فده التريلر او الاعلان الرسمي بتاع الالتميت تيم بس احنا هناخدهم واحدة واحدة كده مش هنتكلم عن شوية المقدمة دي هناخد الحاجات اللي هم ما تكلموا عنها حاجة حاجة فاول حاجة هم ما تكلموا عن ايه الالتميت تيم راش فقل لك راش الموت بتاع الراش او التور بتاع الراش هيكون موجود جوة الالتميت تيم ازاي يعني حيبقى قبلها حاجة واحدة اتفاعل انا ان تور راش ده هيبقى خمسة ضد خمسة حارس مربا بيت تحكيم في الخ hysteria واربع لعيبة تانين انت بتلعب بلاعب واحد فيهم تتحكيم في لعظة واحد والتلاتة تانين بيكونوا اصحابك تلاتة تانين بيكونوا اصحابك برضه كل واحدون يتحكيم في لاعب واحد فبتخش مع معدة كده اول حاجة عشان تبتدوا او تعملوا كرياشن للراش اول حاجة واحد فيكم اللي بيعمل كرياشن للماتش ده فبيخش اول حاجة على الايفنت او اللي بيخش على الموت بتاع راش يختار حاجة اللي هي اسمها ايفنت اللي هو حدث طبعا زي ما انت عارف في الالتما تيم كل شهر وكل اسبوع وكل عشر دام فيه حدث جديد صحيح فبتزبط كده ده اللي هيحصل برضو في الراش كل فترة هيبقى فيه حدث جديد والحدث ده هيبقى ليه متطلبات مخصوصة ان انت تلعب بيها يعني مثلا اول حدث زي ما انت شايف كده اول ايفنت قدامك هنا الايفنت ده عبار عن ايه اه اللي ليجراش ان انت ما ينفعش تلعب باي لعيب خارج الدوري الاسباني يعني لازم تلعب بلعيبة انت وصحابك داخل الدوري الاسباني تمام فانت بعد ما بتعمل كريات وتختار الايفنت لما ممكن يبقى عندك كذا حدث تختار الايفنت بتخش بعد كده على الايفنت تخش على اللوبي بعد كده تدوس على فاين تيم ميت ده هنا بقى بتبتدي تعمل السكواد السكواد اللي هي متكونة منك انت وصحابك تمام فبقى عندما تدوس فاين تيم ميت بتخش يا معلم بقى هنا كده تبتدوا ايه كل واحد يختار لاعب واحد بس يلعب بيه من الالتميت تيم بتاعه وبناء على الايفنت او الحدث ان هو ميديك شروط هتبتدي تشوف الشروط دي اللي هتختار بيها اللاعب وهو اوتوماتيكلي هيعمل لك فلتر للعيبة اللي متوافقة مع شروط الحدث اللي تقدر تلعب بيها زي بالظبط في الايفولوشن او في التطوير او المود بتاع التطوير حاليا لما بتيجي تطور لاعب فبتدوس له فايند او اعصر على اللعيب اللي ينفع تطور عندي في النادي فبيتطلع هم لك كلهم اللي ينفعوا للتطوير دي نفس الكلام في تور راش هيحصل كده هو يطلع لك اللعيبة اللي تنفع في الحدث ده اللي ينفع تلعب بيها الحدث ده تمام حاجه ثاني همعلم ان انت لو اخترت لاعب ما ينفعش واحد تاني من صحابك يختار اللاعب ده بيبقى قدامكو تسعين ثانية كل واحد يختار فيها لاعب من الالتميتيني يعني مثلا لو اخترت مثلا جوت بلنجهام وانت اخترت جوت بلنجهام ما ينفعش الاتنين حتى لو كرتين مختلفين ده يعني مثلا بتاعي جولد وانت بتاعك تيموف دويك ما ينفعش الاتنين يلعبوا في نفس المباراة تماما تماما دي كده كانت الطريقة اللي تعمل بها كرياشن لفريق انت وصحابك في تور الراش وتبتدوا وتلعبوا بمباراة ازاي بقى تاخد البوينت من المباراة دي او بعد ما تكسب المباراة او ما تكسبهاش ازاي تحصل على البوينت. البوينت مبدئيا او الراش بوينت الموجودة في التور ده بتساعدك في تطوير الفريق بتاعك الاصلي اللي هو الحداشر اللعيب بتوعك التانين تقدر تطور فيه ومتقدر تطور في التور بتاع الالتمة عامة من البوينت دي. تمام? نيجي نشوف بقى اسرع طريقة وبيقول لك علشان تاخد البوينت دي ان انت تكسب الماتشات اللي انت بتلعبها في الراش فانت وصحابك هتاخدوا البوينت دي باسرع طريقة. لكن لو ما كسبتوش عندك ان انت لو لعبت الماتش بس هتاخد برضو بوينت ولو لعبت انت وصحابك مش مع اي اي او مع بوتس عامة فهتاخد برضو نقط دي. خمس حاجة هتكسب بها البوينت برضو لو انت كسبت مباريات على التوالي. كسبت اكتر مباراة وراء بعضيهم. ساعتها البوينت ستبقى اكتر واعتقد هيكون فيها طريقة تانية تتحصل بها بوينت احسن كمان. تمام? نيجي بقى البلوكس دي لقى البلوكس. البلوكس دي عبارة عن عن عاماتة هتعملها انت وصحابك اثناء المباراة او لوحدها على حسب اعتقد ان هي هيكونش فيها شبه من تور المومنت ان انت تتعلم مهمات معينة او هيطلب منك حاجات معينة جوه المباراة فساعتها ما تعملها دي هتديك اه بوينتس اسرع برضو هتكون بوينت تعتها اكتر بوص هنا موريك مسلا مسال قالك مسلا برازيل يعني انت لو اللاعب بتاعك اللاعب بتاعتكم من البرازيل فهتاخد بلاس متين هتاخد متين نقطة زيادة. هنا هو مسلا بيقول لك البوزيشن لو استرايكر لو اللاعب اللي انت واخده استرايكر والبوزيشن سي ام عايز منه اتنين لعيبة فهتاخده بلاس خمسمية زيادة. فهي دي اللي هم عايزينها لو انت عملت دي كمان فهتاخد بوينتس اكتر تمام? نيجي بقى في راش وهينا بقى اختصار لك الليلة كلها وقال لك يا معلم ان انت ممكن تلعب في راش ده منفردا او ثنائيا او ثلاثيا تمام? يعني ممكن تلعب انت لوحدك او مع اتنين اصحابك او مع ثلاثة اصحابك على حسب الموجود. واللعبة لوحدها هتختار لك لعيبة تانين برضو يكونوا داخلين لوحدهم عشان يلعبوا معاك داخل الفريق. طبعا الافضل انت تبقى ملتب انت وصحابك عشان تبقوا فاهمين بعض في الملعب وتلعبوا مع بعض بطريقة افضل. لكن في حالة مسلا ان اللاعب من اللاعبة بتوعك او صحابك اتقاطع عنه الاتصال فالايه اي هو اللي هيتحكم في اللاعب مكانه. انا بقى بالنسبة لاختيار الفرق اللي هتلعبكو او الفريق اللي هيلعبكو فهيكون بناء على مستوى كل واحد فيكو ومستوى الفريق ككل عامل ازاي? فيتم اختيار فريق تاني يتاسب ان هو يلعب معاك. ده كده كانت كل حاجة عن طور راش ونخش على تانية حاجة معنا وهي اف سي اي كيو. اف سي اي كيو ده هو الحاجة الجديدة اللي عملوها في اللعبة وبصراحة هتغير شكل اللعب اللي احنا متعودين عليه وشكل كل حاجة فهي بتعتمد في الاول وفي الاخر على حاجتين ازاي بيتحكم في التاكتيكات ويغيرها لك خلال اللعب بناء على او ادوار اللعبة داخل الملعب اللي هو بيبقى كل لعب له معين زي ما اتفقنا فيه واحد بيبقى عنده في واحد بيبقى في واحد بيبقى في واحد بيبقى عنده او فكل واحد في دول دي بتتحكم ازاي بيتحكم باللعبة دي ازاي في الملعب هتشوفها تلوقتي تاني حاجة كل انت بتختاره بيبقى لي بري سيت محاكاة للواقع يعني لو انت اخترت فهو بيرعب مسلا بطريقة اربعة تلاتة تلاتة وبيقلبها تاني لاربعة اربعة اتنين مسلا في حالة الدفاع فده نفس بتاع المانجر علشان يقدر يطبقه لك في الملعب في حالة اختيار كمدير فني للفريق بتاعك تمام فده كده بالزبط اشارح بسيط جدا او اختصار مفيد في الوريد يعني لفكرة الاي كيو هتتطبق ازاي نيجي بعد كده البلاير رول ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا ان انت مفود تبقى عارف ايه هي البلاير رول بتاعت اللاعب قبل ما تلاعبه في المكان اللي انت عايز تلاعبه فيه عشان تبقى عارف الايه ايه هتحكم فيه ازاي تمام نيجي بقى للبوزيشن والرول والفوكس فكل اه مكان في الملعب او كل بوزيشن ليه رولز معينة او ليه ادوار معينة زي ما انت شايف كده لكن المهم ان فيه او ادوار بديلة هتبتدي تنزل خلال اللعبة لكل لعب يا ممكن اللاعب بلعب في مركز معين بس ليه ادوار معينة فينزله ادوار بديلة يقدر يعملها خلال اللعبة واكونش واحدة هيبقى فيه تطوير ليه في الادوار دي تمام تعالوا نشوف بقى كده ايه انواع اللي عندنا او انواع الادوار اللي عندنا فاول حاجة عندنا البيز ده اللي هو الاساسي اساسي يعني ايه اللاعب ده لو هو عنده آآ بيقليمة ليه مركز مفضل مثلا وانت لعبته فيه فيقدر يوصل او يبقى عنده كل على كل الادوار اللي موجود فيها ده. يعني كل الادوار اللي موجودة في ده لو انت حطه في مفضل حيبتدي يديك كل الادوار الموجودة دي. بالنسبة بقى ده كل لعب بيحطوه له آآ يعني هو بيبقى مميز في الحتة دي في المركز ده. يبقى مميز مسلا ان هو من هنا كده تمام? الرول بلاس بلاس دي ما متحطش لاي لاعب بس دي بتتحط البست احسن وافضل اللاعبة اللي بيبقى عندهم رول بلاس بلاس تمام? ده لما يديك بقى ايه زي ما انت كده بتحط اللاعب في مكان ما فيهوش كمستري مسلا دلوقتي فده بالزبط نفس حطه انت مش بتاعه في مركز مش مركزه فمش هيبقى عنده اي رول ومش هيعرف يعمل اي حاجة وهيبقى فاكر ليه الاي اي مش هيعرف يتحكم فيه كويس جدا في المكان ده تمام? تعني بقى هنا اداك ايه? مسال على فيني. فيني اداك مسلا مسال عليه لو هو عنده البيز والرول بلاس والرول بلاس بلاس واوت فمسلا لو لعبته ال دابليو فهو عنده البيز بتاع ال ال دابليو فحيبقى وينجر وحيديك كل الحاجات المتطلبة للبوزيشن ده. وعنده رول بلاس كمان لو انت لعبته كسترايكر كسترايكر فحيبقى بلاس تمام? في بتاعه. حيبقى عنده كمان رول بلاس بلاس في ال ال دابليو برضو يعني ال دابليو هو في نفس الوقت عنده بلاس بلاس فهيبقى يعني من اللاعبة اللي بتخش جوة الصندوق من الناحية من الجناح يعني الجناح بيخش كمهاجم كمان. لكن لو انت بقى حطيته في بوزيشن مش بتاعه حطته في مسلا ولا حطيته مسلا فهيبقى ومش هيبقى عنده اي حاجة يعملها من المهام بتاعته او الادوار بتاعته. تمام? فده مسال بموضح كده يعني ايه رول يعني ايه رول بلاس يعني ايه رول بلاس بلاس. تمام? نيجي بقى على حتة من اهم الحتة في ده عمتلا وهي الحاجات اللي غيروها في او التشكيلات بتاعت اللاعبة وكمان او المراكز بتاعت اللاعبة. فاول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم احنا عارفين طبعا ان هم لاغوا السي اف والالدابليو الدابليو. لاغوهم تماما. كمان لاغوا الخطة بتاعت اربعة اربعة واحد واحد. تمام? فما بقيتش موجودة اصلا. في بقى بدايل لها اربعة اربعة واحد واحد لها اربعة تلاتة تلاتة وخمسة اتنين اتنين واحد. دول بدايل الاربعة اربعة واحد واحد تمام? بعد كده قالك دي بقى دي خطت هم عدلوها. اربعة تلات Cap had ray 1 ما شايلوا هاش. بس غيره cf اللي فيها بكمات. مبقاش فيها cf بقى فيها كام. أوكي. خمسة تلاتة اتنين ما بقاش فيها خلاص بقى فيها تمام خمسة اتنين نفس الكلام شارلوا ال возь pow تمام برضو نفس الكلام كل الخطط اللي فيها او شارلوهم وحطوا مكانهم سواء او غيروها بي او ال ال و غيروها ب بس كده دي ايه التشكيلات اللي هم عدلوها والتشكيلات اللي هم شالوها ليه اربعة اربعة واحد واحد انا بصراحة بحبها واعرف شالوها ليه تمام نيجي بعد كده وهو قال لك ان فيه جديدة غيره عمله وحيبقى فيه شوية حاجات كتير وحبشتكنات كتير كده زي ما انتم شايف كده هتبقى ظاهرة اكتر والكلام ده كله تمام بالنسبة ليه فالاولوشن برضو انت لو من اللون الاخدر اللي هم عاملينه دايما ده للكارت بتالاولوشن لقى دلوقتي انت ممكن تغير وممكن تعمل للكارت وتخليه يتحرك والكلام ده كله فده بص زي كده فيه لون بيمشي عليه حاجة تلف عليه الكلام ده كله دي برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا. نيجي بعد كده الحاجة من اهم الحاجات اللي عملوها واستجابوا وليه طلب الناس ان هم هيعملوا للكروت عندك دلوقتي مخزن تشيل فيه اكتر من مئة كارت لآه الكروت اللي متكررة عندك عشان تستخدمهم في وحيكون كده ان انت تروح على المخزن ده تاخد منه الكروت من غير ما تروح النادي بتاعك وتدور على الكروت وترجحهم كدبليكات للنادي لا 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 خلاص دلوقتي او ما تخش تعمل هتخش على على طول عشان تجيب ايه او على المخزن على طول عشان تجيب الكروت اللي متسيبة هناك. نيجي بعد كده الاهم حاجة استجابوا فيها وهي وغيروا فيها كتير جدا في اول حاجة في التغييرات دي وبالنسبة لي انا شايفها كويسة جدا ان هو حيدخلك على اعلى عملته في افسي اربعة وعشرين على طول في نفس ده يعني انت مسلا وصلت الاليت هتخش على طول في افسي خمسة وعشرين على الاليت ليه? علشان ما يخليش الناس اللي آآ جامدة جدا تلعب مع الناس اللي لسه داخل اللعبة جديد اللي هما لسه في ديفيجن تين والكلام ده كله فما تدقش انت معهم وتعقدهم من اللعبة لا يا معلم تبدأ على طول من الاليت او من ديفيجن وان مع الناس الجامدة اللي زيك اللي هما اصلا في نفس الديفيجن تمام دي اول حاجة عجبتني جدا يعني اللي احنا عملنا في افسي اربعة وعشرين مش هيروح علينا. تاني حاجة لغوا موضوع ده تكسب ماتش عشان تتقدم وتخسر ماتش تفيد رجعة تاني والكلام ده كله وتعادل ما يفيدكش لا اوما دلوقتي عملوا موضوع وجوازها بيناء على النقط زي ما اتكلمنا قبل كده ان لو كتبت ماتش هتاخد اربع نقط خسرت ماتش مش هتاخد حاجة اتعادلت ماتش هتاخد نقطة فده هيساعدك في بشكل اسرع. تاني حاجة قلله نقط او نقلله النقط اللي ما بين مستوى ومستوى علشان تقدر تخلص الموضوع بسرعة. ثانية حاجة جمان عملوا موضوع الهبوط هيكون موجود في العالية بس زي لو خسرت ما فيش حاجة اسمها اللي هي بتخليك مسلا واقف على او على ما ما يفعاش تنزل لأ هتنزل عادي جدا اللي قابليه ودي برضو حاجة كويسة جدا عشان تخلي الواحد دايما يلعب اكتر ويبقى في حماس اكتر تمام نيجي بعد كده للمباريات الودية والمباريات الودية اهم حاجة غيروها فيها ان انا شايفها مهمة جدا ان هم خلوا موضوع المباريات الودية مش مبني على مستواك في في فيخليك تلعب مع نفس اللعيبة معك في لا يعني انا هربام عشان نلعب مباريات الودية اجرب فيها خطط تخلينا نلعب مع نفس الناس اللي في مستوية لا طبعا فدلوقتي عملوها عشوائية ينزل قدامك لاعب ممكن يكون اقل المستواج بكتير اهو في فدي حاجة كويسة جدا انت تجرب الخطط وتقدر تلعب في او تقدر تلعب في المباريات الودية بشكل اريح ليك تمام اه تاني حاجة اه غيروها وبردو بناء على طلب الجماهير موضوع الكنتراكت رغوا الكنتراكت تماما لا فيه مانجر هتعمل له الكنتراكت هتجدد له الكنتراكت ولا فيه لعبة هتجدد له الكنتراكت كانت حاجة بصراحة ملاقاش اي لازمة وملاقاش اي طعم فبصراحة شكرا ان انتوا استجبتوا وشلتوها اخر حاجة بقى خيروها برضو بناء على طلبات الجماهير هي من مش لازم بقى تطلع برا وتقفل عشان تغير لأ دلوقتي ممكن تغير من جوة ودي برضو حاجة من الحاجات اللي كانت بتتعبنا عشان تخرج برا تغير حاجة فدي برضو حاجة جميلة جدا فبصراحة انا عجبني جدا الحاجات اللي غيروها في خمسة وعشرين ومستنيها بصراحة اكتبوا انت كمان في الكومنتات اي رايك في تغييرات دي كلها ولو ما شفتي بقى معلم لايك سبسكرايب وشير سلام.